خلونا ننتقل مع حضراتكم لفقرة الأخبار وبداية هذه الأخبار خبر صار لكل جماهير النادي الأهلي لأنه خبر متعلق بواحد من أبرز نجوم الكرة في مصر وفي الدور المصري وكان محط أنظار الجميع عودته ومرحلة الاستشفاء وجاهزيته ومشاركته بقوة وتأثيره الإيجابي خلال تواجده في الفريق خلال الفترة اللي فات جونيور أجعي نجمع النادي الأهلي والمحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي يجدد تعاقده لمدة ثلاث سنوات قادمة خبر الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ رسميا والانتهاء من المفاوضات وأبدأ النادي الأهلي رغبته في الإبقاء على واستمرار هذا اللاعب وتقديم خدماته خلال أعوام قادمة للنادي الأهلي وهو ما أكد عليه أيضا على الجانب الآخر جونيور أجعي اللي بيؤكد ساعته وانتماءه الشديد للنادي الأهلي ورغبته في استكمال مشواره الاحترافي وتجربته الناجحة ورائعة مع النادي الأهلي المصري والتأكيد إضافة للفريق وواضح أنه فيه توجهات لدى مجلس الإدارة ولدى كل القائمين على شؤون كرة القدم في نادي الأهلي وأولهم الكابتن محمود الخطيب على تمديد عقود كل اللاعبين اللي بيعدوا من القوة الضاربة والحفاظ على القوام الأساسي للفريق وسقف الطموحات اللي بيزيد عند جمهورنا خلال الفترة القادمة إن شاء الله على كافة المستويات محليا ودوليا